السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ابن العرب إذ كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك ودعم مقطع الفيديو بزر اللايك ودوما في الأخبار الفنية اليوم نظم المهرجان الأغنية الأمازيغية بولاية بجايا كما تلاحظون الآن في الصور سكان ولاية بجايا قاطع المهرجان مقاطعة تامة يعني المهرجان تم مقاطعته مقاطعة تامة وشاملة فكما تلاحظون كراسي فارغة منصة فارغة رغم المنصة الفخمة والكراسي الفخمة والتجهيزة الفخمة التي حاول محافظ مهرجان بجايا توفيرها للجمهور إلا أنهم قاطعوا هذا المهرجان فكما تلاحظون في هذه الكراسي وهذه المنصة فارغة إلا القليل والقليل إلا قد يكون الحضور 20 شخصا أو أقل من 20 شخص حضر هذا الاحتفال فكما تلاحظون جميع الكراسي فارغة فنحن يا تورا هل رغم الأسباب التي تمر بها البلاد ورغم الأسباب التي تمر بها هذه الولاية إلا أنه لا يجب ولا يجب ولا يجب مقاطعة المهرجان فكما تلاحظون المهرجان تيمغاد جزى بأحسن صورة مهرجان جميلة فكان الأنجح من المهرجانات ومهرجان القازيف في سيدي فارج ومهرجانات وهران وقلمة والعديد من الولايات جزت بطريقة سليمة وتوافد جماهير كبير ولكن دوما بجاية في كل القطاعات سواء ثقافية أو طبية أو اجتماعية فبجاية هي الولاية الأخيرة في الجزائر لا ثقافة ولا غناء ولا صناعة ولا شيء فقط سرقة ونهب ومافيا باركينغ وكذب وخدع لذا نتمنى من سكان ولاية بجاية أن يتوافدوا في الأيام المقبلة لمهرجان الأغنية الأمازيغية لأن المهرجان الذي سيقام بولاية تيزيوزو سيشهد الكثير والكثير والكثير التوافد من الجمهور ولن يعملوا له مقاطعة فلذا ارتقوا بلغتكم وبثقافتكم الأمازيغية وأغانيكم الأمازيغية ولا تقاطعوا المهرجان وفي آخر الفيديو أدعو كل الناس الذين يشاهدون الفيديو لأول مرة بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد ودعم مقطع الفيديو بزر اللايك وشكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله